السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرسلنا لهذا اليوم بالصفق الخامس الابتدائي موضوعنا هو تكملات حال اختبار الفصل وصلنا الى رقم 21 عندنا يريد سعد ان يرتب 15 لعبة في صفوف متساوية بكم طريقة يمكن ترتيبها عندك 15 لعبة يغير يرتب سعد على شكل صفوف متساوية احنا اولا ما نجي سهل هذا السؤال بس رأسا ان نطلع القواسم مع العدد 15 سبق وان احنا اخذنا طريقة النماذج فانقول كل رقمين نضربهم سوى بحيث ينطيني 15 عندي 3 في 5 وطيقة شقول ايضا 5 في 3 بعد اذا انطق نقول 1 في 15 وانطق نقول 15 في 1 اذا انا بكم طريقة انطق نصف النماذج او نرسم هذه المكعبات او اللعب ب 4 طرائق اذا عدة 1 من 3 4 فانقول 4 طرق يمكن صف او يمكن ترتيب يمكن ترتيب اللعب وبهكذا نكون احنا انتهينا من حل اختبار الفصل ونتقل ان شاء الله الى موضوع جديد الى وهو الهندسة والصور سبق هو احنا انه تعوفون انتم اشمعنات هندسة يعني اشكال هندسية مثل المثلث مثل مثلا المستطيل المربع الدائرة وكنتم تتعرفون ايضا على الشعاع وعلى المستقيم وعلى القطع المستقيمة وان شاء الله بهذا الدرس سناخذ مفردات عديدة منها توازي والتعامد وتصنيف المثلثات وانشاء هندسية وانشاءات العفة هندسية وانماط هندسية وخطة حل المسألة وهو سؤال كل الشيء سهل وكل مرة علينا بصف الثاني والثالث والصور يعني وبالرابع ايضا فهذا ما موضوع مستجد علينا لكن بس مجرد بينه عدة قوانين او عدة ملاحظات هاي لازم نكتبها حتى انطق نسيطر على الماندة فصفحة عندنا صفحة 545 الاختبار القبلي اذا نجي على الاختبار القبلي وصلنا في كل زاوية مما يأتي الى حادة او قائمة او منفرجة حسنا سبق وانخذنا الزواية بصف الرابع وتعرفنا على الزواية القائمة والحادة والمنفرجة لكن هاليوم ستكون مراجعة هذا الاختبار القبلي لصفر الخامس فنتعرف على الزواية انواع الزواية احنا عدنا كذا نوع من الزواية عدنا اربع زواية فنجي نتعرف على انواع الزواية اذا نرسم الزاوية بهذا الشكل اذا ارسم الزاوية بهذا الشكل اش نسميها هاي الزاوية راح نسميها زاوية قائمة نسميها زاوية قائمة اش قد قياس الزاوية القائمة 90 درجة هاي احنا ما اخذناه في الصف الرابع زين اذا قيد ارسم مثلا عندي زاوية حادة نريد نرسم زاوية حادة الزاوية الحادة تكون مثل عندنا مثل المقص فتيجي بهذا الشكل هاي الزاوية الحادة الزاوية الحادة تكون اقل من الزاوية القائمة اذا تنتبهون على الزاوية الحادة تكون اقل يعني قياسها اقل من 90 درجة بعد عندنا زاوية اخرى الى وهي الزاوية المفرجة طبعا الزاوية المفرجة احنا لكن اخذناها ايضا تكون اكبر من الزاوية القائمة يعني تكون بهذا الشكل شوية اكبر وهنا تكون مفتوحة شوية تمفتح يعني هذا المستقيم سوف ينفتح شوية للخارج فهي سيعدنا هاي نسميها زاوية منفرجة المنفرجة تكون اكبر من 90 درجة اكثر من 90 درجة او اكبر من 90 درجة ظل عندنا زاوية اخيرة وهي الزاوية المستقيمة والصور كلتنا نعوى في الزاوية المستقيمة اللي هي تكون عدل يعني تجينا عدل هاي شكال مصخط مستقيم هاي اش يسميه انا زاوية مستقيمة كنتم نسموها زاوية مستقيمة فالزاوية المستقيمة اش قد قياسها قياسها 180 درجة هاي ما اخذتمه بصف الرابع نسميهم انواع الزاوية فاطلب من الطلاب انه كل رسم من هاي الرسمي او كل مستقيم او كل زاوية انه يرسمها بالدفتر ويكتب جواته نوع الزاوية او قياس الزاوية حتى تكون مرجع اللوة يعني هاي بس مجرد احنا نقول اساسيات حتى ندخل الى موضوع الهندسة فاذا نجي على اختبار القبلي ادنا اصنف كل زاوية ما يأتي الى حادة او قائمة او مفرجة هاي الزاوية اذا انتبه عليها طبعا هي كنا انفتحت شوية عن الزاوية القائمة يعني شوية خرجت خارج الزاوية القائمة فبهالحالة شنسميها اكبر من 90 وحتكون زاوية منفرجة يعني منفتحة اكثر من 90 هاي الزاوية شنسميها بما انه زاوية يعني انقل عدل جاي عدل فمستقيم عدل ونيزل على مستقيم اخر مستقيم عمود على مستقيم اخر يشكل بيناتهم زاوية فاذا نصنع زاوية هاي نسميها زاوية قائمة قياسة 90 درجة وما عايط لب من عندي القياس بس مجرد يصنف الزاوية هاي الزاوية شنسميها مثل ما قلنا تكون اقل من 90 يعني بحيث هذا المستقيم اه يدخل الداخل اذا ستكون زاوية حادة سؤال الثاني ما نوع زاوية كل شكل من الاشكال الاتية اذا انتبه على هذا المثلث هو يريد نوع هاي الزاوية اذا انتبه على هذا المثلث بحيث انا اذا اغطي هذا الاسفل اخشع بس الزاوية من فوق اذا انتبه على المثلث اقول 6 هذا ما زاوية قائمة اذا هذا يعتبر زاوية حادة للقياسه شوية صغير فيعتبر اقل من 90 اذا انتبه على هذا الشكل هذا الشكل بينه عدة زوايا يعني بينه هوني زاوية عندك هاي زاوية عندك هاي زاوية هاي زاوية ايضا وهاي زاوية اذا كالزاوية من الزاوية اشغل حتمثلك حتى انت طيق تسيطر عليها فاذا هاي زاوية غح تعتبر مفرجة اذا هالشكل واذا هاي زاوية غح نعتبرها مفرجة هاي ايضا تعتبر منفرجة وهاي تعتبر منفرجة فنوع زوايا كل شكل من الاشكال وان احنا غح نسميها منفرجة بنفس الوقت اذا دغنانوا بهذه الحالة ما غح يصيغ لا قائمة ولا حادة اذا نشن سميها زوايا منفرجة فاذا تنتبه على الزاوية شوية من فتحة اكثر من 90 اذا ننقل زاوية منفرجة المستطيل اذا نحدد زواياه الاربعة ودائما زوايا المستطيل والمربع زواياه الاربعة قوائم زواياه الاربعة قوائم اذا نكتبه يمه زاوية قائمة حددنا نوع الزاوية لكل شكل من الاشكال سؤال اخر اسمي الشكل الذي رؤوسه او رؤوس نقاطه المبينة على الشبكة اش اسم هذا الشكل اذا نتبه علينا طبعا هذا الشي نسمينه مستطيل هذا الشكل نسمينه مثلث هذا الشكل نسمينه مربع اذا هاي بس مجرد مراجعة للمواضيع والصفوف السابقة ايضا كنا ناخذ الشعاع وكنا ناخذ القطع المستقيمة وناخذ المستقيم عرفنا القطعة المستقيمة على أنه هي لها نقطة بداية القطعة المستقيمة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية هذه القطعة المستقيمة إذا نجي نعرف القطعة المستقيمة هي القطعة التي لها نقطة بداية لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية يعني عندها بداية وعندها نهاية عنده بداية واش عنده؟ عنده نهاية هالقطع المستقيمة اذا قد نعرف الشعاع الشعاع من اقول اعرفه ست له نقطة بداية ولكن ليس له نقطة نهاية يعني نعف من وين يبتدي لكن ما نعف وصب ينتهي الشعاع مثل السهم مثل السهم تقريبا الشعاع اذا هذا له نقطة بداية لكن ليس له ليس له نقطة نهاية لكن ما نعف وصب يذهب اذا ليس له نقطة نهاية ونسمينه شعع وبنفس الوقت هو يشبه السهم بينما إذا كان عندي أنا مستقيم المستقيم المستقيم ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية هذا المستقيم فأكي فرق بين المستقيم وبين القطعة المستقيمة وبين الشعع إذن المستقيم راح يكون ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية يعني ما عنده لا نقطة بداية ولا نقطة نهاية يعني ما نعفل من وين يبتدي ومن وين ينتهي مثل عندنا طول الشارع فما نعفل الشارع من وين نقطة بدايته من وين نقطة نهايته إذن أغيد من الطلاب أنه كل ملاحظة من هاي الملاحظات يكتبوها بالدفاتر حتى تكونوا سيطرون عليها هاي أولا للقطعة المستقيمة هاي ثانيا للشعاع ثالثا للمستقيم وإذا يرسموا مخطط بعد أحسن يعني مثل هذا المخطط المرسوم يطلب من عندنا أصل كل شكل باسمه وأكتب رمزه يجد من عندي قطعة مستقيمة أيهما القطعة المستقيمة احنا عاوفنا القطعة المستقيمة ليس لها نقطة بداية لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية إذن بين رقم 12 على القطعة المستقيمة فأنا أكتب رقم 12 أو توصل بين أتم الشعاع له بداية وليس له نهاية إذن رقم 10 رقم 11 سيكون عندنا المستقيم ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية وهكذا تكون إحنا انتهينا من حال الاختبار القبيل ترجمة نانسي قنقر